سبب الفتوحات صارت بحلب أنهم متحدين كلاتهم كلاتهم إيد وحدة وما بيسمعوا الأجندات ما بيردوا على أجندات خارجية ولا عد داعم ولا بيردوا على حدا أن من عندهم بيشتغلوا منحسن نقدم للجبل إحنا بإذن لهم لإحنا رابطين على العاصمة بس أن يقولوا بدنا نفوت على العاصمة لإحنا ونشوف شو نقدم لهم لإحنا هون كل الشباب هون كلها جاهز بإذن الله وكلها معناميات قوية بس أن يتكلوا على الله ويقولوا إحنا ننشتغل أو ننفوت على الشام الحل براي أنه إنتحد نصير إيد وحدة نصير كلاتنا سواء تحت راية وحدة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وإذا ما بدون يتحدوا ويشتغلوا أخي كل من فصيل كل فصيل لحاله يشتغل مثل ما كنا بالقبل كنا عصابات مثل ما بيقولوا عنا جماعة نظام إننا عصابات رهابية كنا عم نشتغل أكتر من هلا بس هلا توحدنا وصلنا تحت رايتين أو أربع رايات بس ما في شغل كلها جبهات نايمة كلها سابتة ما في شغل نهائي